كدى الرئيس عبدالفتاح السيسي ماتوا له مصر من أهمية لعلاقتها مع فرنسا والتطلع لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة والارتقاء بها إلى أفاق أرحب وقد جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برينو لوميار خلال استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية أشاد رئيس السيسي بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وباكستان مؤكدا التطلع لتطوير التعاون الثنائي وتعزيز التنصيق والتشاور إزاء مختلف القضايا وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق أول نديم ردارازا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وسفير الباكستاني بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى رئيس عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان مشيدا سيادته بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين ومؤكدا التطلع لتطوير التعاون السنائي مع باكستان وتبادل الخبرات في مختلف المجالات والحرص على تعزيز التنصيق والتشاور معها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم ومن ثم الأهمية البالغة لتكاتف الجهود المشتركة من أجل توضيح ونشر مبادئ صحيح الدين وقبول الآخر والتعايش السلمي أخذا في الاعتبار تسمين مصر لدور باكستان قيادة وشعب كدولة محورية في المنطقة من جانبه نقل الفريق أول نديم أرازة إلى السيد الرئيس تحيات كل من الرئيس ورئيس الوزراء الباكستانيين مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وتطلع إلى استكشاف أفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر وباكستان ومشددا على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل كما أشاد رئيس هيئة الأركان الباكستانية بالتجربة المصرية الملهمة في مختلف المجالات التنموية بقيادة السيد الرئيس فضلا عن تحركاتها الوعية في محيطها الإقليمي لتصبح محورا لسياسة المتزنة الرشيدة في المنطقة وهو ما تجلى مؤخرا في دورها الهم في وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين وكذا قيادة جهود إعادة أعمار غزة أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون السنائي بين البلدين في عدد من المجالات خاصة التعاون في المجال الأمني والعسكري بما فيها الزيارات المتبادلة على مستوى كبار القيادات بالإضافة إلى دورية ناقض لجنة الدفاع المشترك بين البلدين والتعاون في مجال الدفاع وصناعة العسكرية فضلا عن برامج التدريب المشتركة التي كان آخرها تدريب حماة السماء واحد كما تم استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي حيث تم تأكيد أهمية مواصلة التنصيق المكسف ودفع الجهود المشتركة بين البلدين لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهابي والفكر المتطرف كما استقبل السيد الرئيس عبد الفاتح السيسي السيد برونو لومار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتور رانيا المشت وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيت وزير المالية بالإضافة إلى كل من السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية والسفير الفرنسي بالقاهرة صراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير الفرنسي لومار نقل إلى سيد الرئيس تحيات وتقدير الرئيس الفرنسي ماكرون للجهود المصرية الأخيرة التي أفضت إلى تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية الأمر الذي يؤكد دور مصر كقضب للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط بقيادة السيد الرئيس ومن سمى التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين فرنسا ومصر وحرص فرنسا على الاستمرار في دعم مصر من خلال تعزيز وتنوع الاستثمارات وباعتبار أن مصر تمثل لفرنسا الدولة الأولى بالرعاية على مستوى العالم فيما تعلق ببرامج التمويل وضخي الاستثمارات والتعاون المشترك في كافة المجالات من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مؤكدا سيادته ما توليه مصر من أهمية لعلاقتها مع فرنسا وتطلع لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة من أجل مزيد من تطوير العلاقات السنائية والارتقاء بها إلى أفاق أرحب في كافة المجالات بما في ذلك تعظيم التنصيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة في هذا الخصوص وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط وفي ضوء السياسة المصرية التي تتسم بالرجد والتوازن من أجل تحقيق التعاون والبناء والسلام والأمن والاستقرار لصالح كافة الشعوب كما شهد اللقاء التوافق بشأن أولوية ملف تعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري لسيما وأن ركائز هذا تعاون باتت أكثر رسوخا وصلابة خاصة في ضوء السوق المصري الواعدي والواسع الذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها وكذلك محفزاته ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الأخذ في التطور والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس ومبادرات حياة كريمة والمدن الجديدة الجاري تشيدها في أنحاء الجمهورية حيث أكد السيد الرئيس أن تلك الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل الذي تتمتع به مصر حاليا وفي إطار من الوعي الشعبي الذي تشكل وتبلور خلال السنوات الماضية نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر كما تم التباحث حول عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة بالعلاقات السنائية وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين على المستويات الثقافية وتعزيز التبادل السياحي في ظل قيم مصر بتطعيم كافة العاملين في المواقع والمنتجعات السياحية على مستوى الجمهورية